دشن المندوب الصحي لمدينة أنجمينة فوكسي إلي المركز الصحي لحارة ساجيرة بدائرة العاشرة الذي جاء بممادرة من سكان حارة الدائرة المختلفة المناسبة شهدت حضورا كبيرا من قبل سكان المطق أبضلها دعما للقطاعات الصحية والسعي لمكافحة الأمراض المزمنة جاءت هذه المبادرة طيبة من قبل سكان حارة ساجيري حيث ساهموا ببناء مركز صحي لصالح السكان أطلق عليه اسم مركز المدينة المنورة الصحي هذا وقد استحلت المناسبة بكلمة مسؤول المركز أبد الرحمان محمد صالح الذي رحب الحضور موضحا بأن المركز يعد من المشاريع الصحية الحادف إلى تقديم العلاجات للمواطنين حول الأمراض المزمنة النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة الأشرة أصمان إدريس قال إن بناء هذا المركز لم يأتي أنفراق بل جاء بجهود وتضافر من جميع سكان الحارة وتقديم رسالة إنسانية لصالحهم مناشدا إياهم بالمحافظة عليه ومراقبته المندوب الصحي لمدينة أنجمينة فوكزية إلي في كلمته الافتتاحية حنى مسؤولي المركز ألاحزه المبادرة الإنسانية الفريدة وأكد بأن الجهود المبزولة تدقل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين القطاعات الصحية وهماية الأم والطفل وبعد الافتتاح الرسمي قام الهضور بزيارة مختلفة داخل الأقسام التابعة للمركز كقسم متابعة الحوامل والتشقيص الوقائي للأطفال فضلاً أن تطعيم الأمحاد يذكر بأن التكلفة الإجمالية لبناء هذا المركز تقدر بـ 25 مليون فرانكا سيفا ترجمة نانسي قنقر